موسيقى يبتد المسلسل ببطالتنا في غرفة الولادة كانت بتنجب طفلها لكن بتكون الولادة صعبة جدا وفي نفس الوقت ده بيشوف جزها ييه الأخبار ان يون كانت بتخونه وبتنتشر سور الخيانة وبيخرج الدكتور لأمي ييه علشان تمضي على تقرير لأن يون عندها نزيف حاد وقدامها اختيارين الأول تحمي يون أو تحمي الطفل وتقول طبعا أنا أحمي حفيدي يحاول يشرح لها الدكتور حسب قوانين المستشفى أنها لازم تحمي الأم مش تحمي الطفل تتعصب عليه لازم تحمي حفيدي ما يهمنيش أي قوانين وللأسف بسبب صعوبة الولادة بتفقد يون الوعي وبتكون تشينج في مقابلة وبيسألها الصحفيين عن الأخبار تقول لهم أنا حاولت تنصح يون كتير لكن هي ارتكبت خطأ كبير وتسألها هي فعلا الأبنة الغير شرعية وبعدين تفوق يون وتطلب من صديقها تشوف ابنها يقول لها أن هو ما تنفس بعد الولادة تتصدم لأن هو مات لا مش ممكن وتتصل بجزهة يقول أنا عرفت كل اللي عملتيه مش عايزة شوفك تاني عائلة جيانج مش عايزة شوفك مرة تانية وتحاول تكلمه عن طفلهم يقفل الهاتف من غير حتى ما يسمعها وتحاول تكلمه تاني لكن بيكون قافل تليفونه وبتبكي ويحاول صديقها يمنعها لأنه مش هيرد عليها لكن هي بترفض وتحاول تتصل كتير وبعد خمس سنين بيوصل لي المؤتمر وبيعلن عن تعاون عائلته مع عائلة هو وبيتعلن في المؤتمر عن المتحدث للمنتج الجديد لعائلة يان وبتقول لتشينج استعدي لأنها تكون المتحدثة للمنتج الجديد وتيجي تشينج تقوم تقول المزيعة اسم بنت تانية تتصدم تشينج وبتخرج العريضة اللي هتكون المتحدثة للمنتج وبتكون يون يقول ييه ليه هي ازاي تتجرأ وترجع تاني وتشكر كل الموجودين لدعمها بعد غيابها خمس سنين وتبص ليه بغضب وبعدين تكون مع صادقها ويقول لها الخطوة الأولى كانت كويسة وكانت مفاجأة ليهم وما قدرش يستعدوا ليها تقولوا الخطوة الجاية هي عائلة ييه ويكون ييه شايفها فجأة بتيجي تشينج وتضربها انتي واقحة تضربها يون تتعصب تشينج ازاي تجرأتي تضربيني انتي سبتي أبويا مريض وكمان سرقت مني يكون المتحدثة للمنتج يقول لها صادقها انتي صدقتك ازبتك انتي سرقت منها جزها وتحاول تضربها تاني يمنعها تقول لها يون من النهاردة هستعيد كل حاجة فقدتها وتمشي وتقول ييه استناني وبعدين ينزل من سيارتها طفل يحضنها ويقول لها أمي تستغرب أمي وبعدين يكون ييه متعصب لأن السكرتير بيقول له انه مش لقي ابنه وازاي مش قادر يهتم بطفل عمره خمس سنين بس وبيعرف مكانه لأنه لابس ساعة فيها تحديد من الموقع وبيروح له بسرعة وتكون يون بتتصل بالشرطة عشان يعرفوا له أهل الطفل ده وتسأل يون فين أهلك يقول لها انتي أمي طبعا هي مش بتصدقه وبتفتكر انه هو بيجذب يقول لها أنا كنت عارف انك مش بتحبيني أبوي وأمي كمان بيكرهوني ويبكي تطبطب عليه أنا بحبك وتقول لنفسها لو كان ابني عايش أكيد كان هيكون في نفسه عمره وبييجي ييه ويتصدم أول ما يشوف يون معاه وتقول له انت هنا ليه يقول لها فكرة ان انا هنا ليه يحاول ياخد الطفل تمنعه علاقتك إيه بيه؟ طبعا لأنها خايفة عليه ومستنية الشرطة تبحث عن أهله يقول له ملكيش دخل سيبيه وإلا مش هكون مهذب معاكي ويحضنها الطفل أبوي ما تتنمرش على أمي يتصدم وهي كمان لأنه بيقول يا بابا وبيخلي السكرتير ياخد الطفل وياخد هو يون ويقول لها ليه ابني بيقولك يا أمي تسأله ده ابنك؟ ازاي عندك طفل؟ يقرب ده طفلنا انت نسيتي؟ تقول له مستحيل يقول له طبعا ازاي شخص زيك؟ تستحق تكون أم الآن أنا مش مهمة عندي الطريقة اللي بتستعمليها علشان تغدعي ابني الأفضل أنك تبعدي عنه وإلا ما تلومينيش ويسيبها ويمشي وتقول يون لصديقها أنها كانت حامل منيه بالصدفة ولما كانت محتاجة يه اتخلى عنها وطردها من العيلة وكانت تشانج دايما سيئة معاها وكمان بتسرق تصميمها وتشهرت بسببها وعايدة تنتقم منهم أوبعدين يكون ييه بيكلم السكرتير على المصممة اسمها نيان ناكحة ومشهورة عايز يتعاون معاها للشركة ويحاول يقابلها ويروح ييه يقابل نيان وبتروح يون وبتكون هي نيان المصممة المشهورة وتقوله أنت هنا ليه يقول له أنا عندي معاد مع نيان يقول له ما فتكرش أنك ليكي عمل معاها بسبب مؤهلاتك أنت ضعيفة جداً ولو عرضت عليها مستحيل توافق تقول له أنا نيان طبعاً مش بيصدق لأن عشان تكون مصممة لازم يكون عندها إصرار وإرادة وهو شايفها ضعيفة بتعتمد عن رجالة وتكون معاهم بس عشان توصل لأهدافها تضحك بسخرية ويعرف من العاملة أنها هي فعلاً يصدم يقول لها أنت مين العارضة للمنتج الجديد ولا المصممة أنت فعلاً ما تغيرتش أو ما تعرفش أي حاجة وعشان أنا نيان طبعاً أنت مش موافق ممكن تمشي لو مش موافق تتعاون معايا يقول لها العمل هو العمل ما لهش علاقة باللي بيننا تعرب وتمسكه لكن أنا في شركة تانية مش هعرف أتعاون معاك يقول لها أنا هديكي الضعيفة في المبلغ تعرب أكتر وتقول له المبلغ ده عشان الشغل ولا عشان أنا مراتك أنا ممكن أوافق التعاون لكن بشرط إنك تطلقني يحاول يقوم تقعده أنا الوحيدة اللي هادر أنقذ أسرتك وتدع تتجاوز اللي بتحبها يتعصب لأنه معتقد إنها عايزة تطلق علشان تاخد نص سر وتعيلته تقول له لو مش هتوافق على الطلاق أنا كمان مش هوافق أنت في منافسة لازم شركتك تنجح لأن في كتير شركات عايزة تتعاون معايا ويتعصب ويسيبها ويمشي وبعدين ييجي ليه السكرتير ومعاه ورق علشان يختار خادمة جديدة علشان تعطين بالطفل وتكون هي ضمن الخادمات اللي هيختارهم وتفتكر وهي بتواري صديقها دبوس في تقنية جديدة بيقدر يخل اللي قدامها يشوفها شخص تاني وإنها تدخل عائلة هي عشان تقدر تاخد تصمامها اللي تسرقت منها وتكون لابسة دبوس وهي بتقدم كخادمة وأول ما يبص عليها ييه يأثر على بصره ويشوفها واحدة تانية وبيسمع اللي مقدمين على الوظيفة هيعملوا ابنه ازاي وتقولوا أنها عاملوا كمعاملة ابني يسألها هو أنت عندك ابن تقولوا لأ يرفضها لأنها ماهتمتش بأطفال قبل كده لكن الطفل بيجي ويحضنها أمي يتصدم ويقرب وهي كمان تكون خايفة يعرفها لكن فجأة يوافق عليها من غير أي مقدمات لمدة شهر واحد بس ويجهز لها ملابس للخدمة وتكون قواعد العيلة صرمة جدا ومش ممكن تدخل أي غرفة خصوصا غرفة معينة في البيت وتروح تودي لي ميا ويكون نايم بيحلم ويقول ما تسبنيش وتحاول تسمعه يحضنها وهو نايم فتضربه على وشه ويفوق مغدود تقولوا أنت كنت بتحلم وفوته أول ما دخلت الغرفة وما يعرفش أن هي ضربته علشان كده فاء وبعدين تكون بتجهز لي ملابسه عشان يروح الشركة وتقول لنفسها أنا لازم أدور على الملفات أكيد شايلها في خزنة وتكون مش مركزة غير على الخزنة وفجأة تقع ويسندها يصرخ عليها لأنها حتى مش عارفة تهتم بملابسه وتكون دورت في كل البيت ومش لقيها الورق وممكن تكون في الغرفة اللي منع أي حد يدخلها ويشوفها بالكاميرا المرعبة وهي بتدور في بيته ويرجع البيت وهو متعصب جدا وبيرمع ملابسه في أي حتة علشان هي تشيلها ويعملها كأنها خدامة ويقول لها تعالي ساعديني عشان أحس بالراحة لكن هو بينزاج منها ويتقلم أنت مش بتعرفي حتى تعملي أي حاجة مش ممكن تكوني خدامة لعيلة جيانج وبعدين تكون بتنظف وتيجي تشينج ويجي الطفل أساعدك يا ماما وهو بيصرخ وتقول له تشينج أنت بتصرخ ليه وتقول لها أنت حقيرة لأنك علمتي يتكلم بالطريقة دي أنت بتكلميني زي كده تكون تشينج غطبونة منها إزاي تتجرأ خدامة وتكلمها بالأسلوب ده أنت فاكرة نفسك مين زوجة السيدي عشان أنبي ينادي عليها بأمي أنت ما تستحقيش فيقول لها الطفل أنت اللي عايزة تكوني أمي تقول لها يون مش عشان أنا فقيرة وشغالة خدامة ما كونش أستحق أكون في عائلة غنية لكن ممكن يكون فيه أشخاص تانية من عائلة غنية لكن أخلاقهم سيئة جدا بتتعصب تشينج لكن فجأة بيجي يي تقول له تشينج أن في حفلة عاملها السيدة هوا وكمان لو حضروا الحفلة ممكن يقدر يوقعوا العادة مع السيدة هوا ويمشي عشان يقابل السيد جي وتقول تشينج أنا ممكن أوقعه ويقع في حدني لكن وهي بتحاول توقعه بيقع عليهم فتغضب وتيجي تقوم تقع عليهم فبسبب وقعها عليهم يقرب يمين يون من غير قص فتتعصب تقوم وتضربه وتكون غطبانة وتمشي ويروحوا الحفلة وتحاول تشينج تكلم سيدة هوا لكن مش بيكون مهتمة بيها أبدا وأول ما تيجي يون تسيبها وتكلمها وتعجب بالتصاميم ملابسها اللي من شركتها وتكون تشينج غطبانة جدا وتقول لها هوا إنك هتكون يعاريز المنتج الجديد وتعضب تشينج إنتي بتحاول تسرعي مني هوا تقول لها لأ لكن إنتي حتى بتكراهي منتجاتها وتشغل تسجيل وهي بتقول إن هي بتجرع منتجات السيدة هوا تتعصب عليها وتضربها بالخاتم وبتجرعها في وشها ويقلع عليها ييه ويغضب على تشينج وترجع بيتها وتغير ملابسها خدامة علشان ترجع بيته قبل ما هو يرجع البيت وتلاقي دبوس اللي بيقدر يخليها يشوفها شخص تاني متعطل وتتصل بصديقها علشان يصلحوا لها لكن بيكون ييه قدام الباب ويقول أنا ليه مهتم بيكي ويلاحظها ويحط لها لعلاج ويمشي وتقول مش ممكن يكون شافني وأنا لابسة لبس الخدمة ويرجع يلاقيها في البيت ويلاحظ إن هي بتهرب منه فيوقفها ويلاحظ جرحها وتقوله إن هي الجرحت من غير قصد وبيغير لها على جرحها وتتقلم ويحاول يخفف جرحها وتشوفهم تشينج سوا وتغضب وتفتكر والعمة بتقول أنت لازم تكوني معاه ولو كنت حامل منه هيكون أفضل إنك تتجوزي الأمر مش باختيارك أو بعد أنت تصل بزي وبتقول دور لي على معلومات عن آن لإن حسن هو قريب مني وتلاحظت شينج بتحط مخدر في الكاس عشان تديليه وأول ما تمشي تغير يون الكاسات وتحط فيها منوم وتحط الكاسات اللي فيها مخدر في التلاجة ويكون كل دا شايفهم يه من كاميرا المراقبة وتروح تشينج ليه وتعتذر ليه وتشرب الكاس وتحس بالدقة وتنام وهو كمان يكون حاس بالدقة من الكاس ويشوف يون ويقول لها إزاي تتجرأي وترجعي تاني وليلي إزاي الأم بتحب طفلها أنت من غير أي مشاعر يبعدها ويقرب أنت أسوأ بنت وكذابة أنا مش خايف تتحكي علي كنت عايزك ترجعي ليا تاني بعد ما رجعت من الصفر لكن لما رجعتك رهتك أكتر أنا فعلا بقراهك أنت سعيدة دلوقتي بتدمير شركتي تدمير الشركة كانت هدية ليكي اتدمرت زي علاقتنا وتكلمه يعتذر لها لأنه افتكر إنها زوجته السابقة عشان كده قال الكلام ده ويروح يجيب عصيري عشان يشربه بعد الكلام اللي قاله ويشربه هما اللي اتنين ويكون العصير اللي فيه مخدر ويحس بحاجة مش طبيعية تقوم بسرعة وتغير ملابسها لكن هو بيروح وراها وبتكون هي مش لابسة دبوس ويشوفها ينزقته ويقرب وتاني يوم تاس حتقوله انت وغد حتى ممكن تعمل كده مع خدامة وبتلاقي تليفونه اللي كان معاه من خمس سنين لكن مش بتعرف تفتحه وتطلب من صديقها يساعدها تعرف الرقم السري للتليفون وتمشي بالراحة لكن بيكون هو صاحي ويقول ليون هنشوف هتقدر تتظهري لحد امتى وتتسل بيه وانها موافقة تتعاون معاه على انها تكون مصممة ويروح لها الشركة وتكون مع صديقها يتعصب لان هم قريبين من بعض وتقوله على كل شروطها للتعاون معاه وبتكون شروط صعبة جدا يعني هتكون تتحكم في كل حاجة فيوافق بكل سهولة تستغرب ويتعصب اكتر لان صديقها قريب منها جدا فييجي بينهم ويبعدوا ويكلمها عن العقد يطلب منها انها توصلوا لباب الشركة ويمسك ايديها علشان تقف جنبه لان هو شركع في العقد فيقرب صديقها لازم تقفي جنبي لاننا اصدقاء من فترة طويلة فيمشي وهو متعصب وتقوله انت عملت كده ليه يقولها اكيد بتحب تشوفيه غضبان وليه ما طلبتيش منه الطلاق تقوله احنا في العمل والعمل مالوش دعوة بالطلاق يسألها هو انت فعلا لسه بتحبيه فتقوله اهم حاجة عندي اني ضمر عيلته وتعرف من صديقها اني يه متبن الطفل بعد ما اهله توفوا في حدثة ويكون يه معه سور ويوم رسي جاتير يعرف ايه حقيقتها وبعدين يعرف صديق يون يفتح الرقم السري للتليفون بتاعيه وتقرأ رسائل عليه انه تجوزها علشان تجيب له طفل بس مش اكتر يقدر يستولى على الشركة بيه وبعدين هيتجوز غيرها وتغضب جدا وتقعد تبكي انا في الاول كنت رحيمة معاك لكن دلوقتي لأ وعرفت رقم الخزنة من صديقها ويكون الرقم السري هو تاريخ زواجهم وطلقهم وكمان نفس اليوم اللي تولد فيه ابنهم واليوم اللي مات فيه وتقوله انت عايز تفتكر اي تاريخ فيهم عشان كده مسجل الخزنة بالرقم ده وتفتحها وتلاقي فيها كل تصاممها ويجي وتستخبها بسرعة يعرف يه ان ابنه قان رافض يعمل عيد ميلاده من غير ما تحضره يون ويلاحظ ما لابسها خرجة من الباب فيش ادهى عشان يضايقها ويمشي وتقول اعتقد اني لازم موافق احضر العيد ميلاد علشان اقرب لآن وفي حفلة عيد الميلاد يرفض آن ياخد هدية من تشانج وهو المتيجي يون بيعجب يه بجمالها يكون سعيد جدا جدا ان هي جت وياخد الهدية دي افضل هدية جتلي النهاردة تقوله تشانج رغم ان هي نفس الهدية اللي انا جايباها يقول لا خلاص انا معي هدية مش عايز تاني وتؤمر امه يطردها لكن هي بيرفض لان ان هو اللي عايزها معاه في الحفلة ويكون ان عايز يون تقطع معاه هو وابوه الكعكة بترفض الام وكمان تشانج وتمنعهم يطعوها وتدلق عليها كاس المي ويكون مفيش في البيت اي ملابس فتقول لها تشانج ممكن تلبس ملابس الخادمة فيقول هي هي ممكن تلبس ملابسي وبياخدها ان للغرفة اللي هي بيرفض اي شخص يدخلها ويقول لها هنا في ملابس حلوة جدا البس منها تنتهز الفرصة علشان تعرف ايه اللي في الغرفة دي وتدخلها وتلاقي خاتم زفافهم وكل حاجتها من خمس سنين وكمان ملابس الطفل وهو صغير واللعب بتاعته تستغرب هو امتى تبنى الطفل وتلاقي فستانها وتقرر تلبسه وتقول هاشوفها تعمل ايه وانت شايفني لبساه وبتيجي تغير ملابسها يدخل ايه يقول لانت هنا ليه تتصدم لانه بتغير ملابسها وفجأة يسمع صوت السكرتير يستخبه لانه ممكن ينتشر عنهم اشاعات ويمشي وفجأة انفه بينزف تغضب انت بتفكر في ايه ويمشي وتلبس الفستان ويقول لها الطفل انت جميلة جدا تتعصب الام جدا وتمشي هي وتشينج ويحتفله ويتمنى الطفل النيون تلعب معاه اليوم كله وفعلا يلعبه سوا وقبل ما ينام يرفض انها تمشي لان الوقت متأخر فيقول ييه ايه رأيك عيد ميلاده النهاردة ممكن تكوني معاه فتوافق وتساعده ينام وتحكي له حكاية سندريلا ويمسك الطفل ايدين ابوه وامه ويقول له ما تسبش ايد ماما علشان ما تمشيش زي سندريلا وينام وهو ماسك ايد امه وابوه والتاني يوم يجيب له السكرتير تقرير ويعرف بسبب التقرير ان يون ما خانتهوش من خمس سنين ويقول له السكرتير قل لها انك عرفت الحقيقة ويرجعوا تاني لبعض ويكون طبعا ييه عارف انه مش سهل يرجع لها بسبب اللي فيهمه زمان لكن هيحاول يعتذر لها ويشرح لها انه هو فيهم غلط خصوصا لان علاقتهم بدأت تتحسن ويعرف ان هي راحت التصوير بدري يؤمره يأخر معاد التصوير علشان ما يزاجهاش انها تفوق بدري كده ويعرف ان تشان هيكون هو العارض معها فيغضب بسرعة ويمشي ويليهم بيتصوروا سوا وريبين من بعض فبيغضب جدا ويوقف في التصوير لانه هو المدير ويفضل يدي اوامر ويكون المصور بيسمع الكلام ويقول له انه ممتاز وعنده خبرة في التصوير فتغضب من الحاجات اللي هو بيعملها لانها شايفة انه هو مش عارض ومش بيفهم في التصوير فيقرب ويتصور معاها علشان يأكد لها انه هو عارض كويس وبيعرف يتصور كويس وتفضل تعند معاه وانها افضل منه وعشان تثبت له بوضعيات التصوير بتقرب منه فيغضب العارض ويبعيده عنها انت زي تعمل كده انت مش مهزب انا عارف الناس اللي زيك بيستغل سلطتهم علشان ينتقموا من البنات وتخليهم يعانوا وانا دلوقتي عندي سلطة في شركتك وانا دلوقتي عندي سلطة في شركة جيانج وممكن اطردك ولما بيعرف العارض انه هو الرئيس بيعتذر له ويمشي وبعدين تكون هطق عليها الاضاءة يشوفها ويحميها قبل ما طق عليها لكن دراعه بيتكسر بسبب الحادثة وتقول للسيكيرتير اعتني بيه يرفض بحجد انه عنده عمل في الشركة ويمشي ويتقلميه علشان يون تهتمي بيه فعلا بتتخض عليه ويروح علشان تقول للدكتور يمسكها انت فعلا مهتمية بيه طوله ما تفكرش كتير وتمشي وبعدين تكونوا استنيها كانها خادمة قدام باب الغرفة يخرج ويلقيها انت رجعتي ويغير كلامه قصدي رجعت العمل على انه مش عارف انه يون زوجته السابقة وبعدين يكون مش عارف يأكل بيد واحدة وتأكله لقنقطعة كبيرة جدا وبعدين يكون بيشتغل ويقول لها تساعده ترفض ويقعد يتكلم ويقول ان الشركة تنهار بسبب ان دراعه وجعه ومش عارف يكتب فبتضطر توافق تساعده ويبتسم هو لانه كذاب وبيعرف يكتب بيد واحدة ويجي الدكتورة عشان يستعيد يلي العملية ويجي تمشي يمنعها فبتغبط في دراعه المكسور وتكون قريبة منه فتيجي أمه وتتصدم انهم سوا وتقول أمه ازاي خدامة قرب منك اطردها وتشنجة هي اللي هتهتم بيك ويكون عارف ان أمه هي سبب فحدست يون في الستوديو تقولوا ان لو ما تدخلتش هترجع ليها هي خداعتك زمان مش ممكن ترجع لها تاني يتعصب عليها دي زوجتي أمه تدخليش تاني في أموري وإلا ما تلومنيش لعدم احترامي ليكي وبعدين يكون ايه في العمليات وتعرف يون ان العملية نجحت وهي ماشية تغبط في شخص ويقع منها الدبوس ويظهر شكلها الحقيقي ويقول لها الدكتور الني والمربية قريبين جدا من بعض لازم تحافظي على جوزك وابنك تسأله ازاي عرفت ان الطفل ده ابني يقول لها لانه شبهك حتى دحكتك وكلامك حتى لون بشرتك وتروح وتشكره لكن بيكون مفقش من البنج وتشوف تليفونه القديم وتقرأ الرسائل اللي عليه ويكون فيها ان لما تشينجا عرفت انها تكون عارضة وهي حامل كانت عايزة تكون مكانها لكن ايه رافض وتستغرب ان الرسائل المختلفة عن اللي ورهالها صديقها وتروح وتسأله ويقول لها ان في حد دخل على الجهاز ودخل عليه فيروس وبيستنتجوا ان فيه حد غير المحادثة بين ييه وتشينج وتكلم الشخص اللي هيصلح لها الدبوس وتروح علشان تقابله لكن مش بيقابلها لانه شخص غامض جدا ومش بيظهر للناس ويكون هو ابنها آن ويشوف ابوه ويقوله ان عملت كده علشان ارجع ماما ويكون مش هيعقبه على اللي هو عمله لكن بشرط ويرجع البيت ويكون لابس نضارة يقدر يشوف بيها حقيقة الناس على شكلها حتى لو لابسين الدبوس وتقول نفسها انا لازم اعمل اختبار ابوه علشان نتأكد ان الطفل ده ابني ولا لأ وبتلاقيه باصس عليها وبيبتسم تسأله ليه بتبتسم يقولها لان ملابسك مش مناسبة عليك ويخليها تغير ملابسها وتحاول تاخد منه شعر علشان تعمل اختبار ابوه وتعمل فعلا وبيكون هو ابقان هو بتقابل صديقة ويكون لأ تصممها المسروقة وتقول ده الوقت اللي هقدر انتقم من عيلة جيانج وتكون الشركة بتنهار ولكنه معرفش يعمل العقد معنيان فيكرر يشلوه من المنصب الرئيس ويفتكر من خمس سنين لما اتفق مع يون هيتعاونه سوا علشان يحققوا حلمها وتكون مصممة مشهورة ويعملوا الشركة سوا لكن فجأة بتيجي يون وتكون مضة العقد وبسأب العقد بيترجعوا عن ازالته من المنصب ويشكر يون لانها ساعدته ويقول لها ده حلمنا هننفذه سوا وتكون الامة متعصبة لانه مش ممكن يقرب من يون تاني ويرجع لها وتخلت شينجي تعيش معاه في البيت علشان تقرب منها ويتجوزها وتروح البيت وتقول له انها هتكون معاه علشان تهتمي بيه بعد العملية وتلاقيه مهتم بالخدامة وعايزها تاكل معاه تقول لها ما تنسيش انت مين وما تقعدش على الكرسي فيصرخ عليها ايه سمعت هي قالتلك ايه وما تقعدش معاهم ويقرب الكرسي منه ويخليها طاعة جنبه ويبدأ يهتم بيها ويأكلها من اكله وتكون تشينجي غطبانة جدا لانه مهتم بيها جدا وبعدين تكون بتنظف غرفته يخرج من الحمام وتتحرج وتحاول تمشي يمسكها وتقع عليه وفجأة بتيجي تشينج وتستخبى منها وبعد ما تمشي بتلاقي النظار اللي بيلبسها وتلبسها وتعرف انه طول الوقت ده عارف هي مين وبعدين تكون معا في الشركة وييجي صديقها مكانها في الاجتماع ويخليها يتقول رأيها في تصميم ملابس تشينج ويكون الملابس سيئة جدا بتعصب تشينج لانها انتقدت تصميمها وتحاول تضربها يدافع عنها ييه وتقع نظارته وبعدين تجيب له نظارة ويعرف انها عرفت انه عارف هي مين من فترة كبيرة ويقول لها انت لما رجعت من السفر عرفت ان ما قدرش استغنى عنك في حياتي وان اكتشفت الحقيقة وانك بريقة وان فعلا بيحبها وصدق معاها تكون مش قادرة تسمحه لكن مصدقة مشاعره الصدقة تجاهها وبعدين بتزور الاب ويقول لها انت وزي لازم تتجوزه تقول لعلاقتنا مش داي ما انت فهمت احنا اصدقاء مش اكتر وتيجي تشينج وييه سوا وتمسك ايده يبعدها ييه ويقول الاب ان تشينج تتجوز ييه لانها بتحبه طبعا ييه بيرفض وتقول ليون انت زمان هجرته امي علشان بنت تانية وتجوزت ام تشينج ودلوقتي بتفضل تشينج عني وكمان بتجرحني من النهاردة مش هعتبرك ابويا لكن ههتم بيك وبمرضك وترفض تسيبه علشان اقتهى وتاخده وتمشي وبعد انت زمامها الاولى في الشركة بتنجح ويحتفلوا بيها ويكون ييه سعيد بيها جدا وبنجاحها ويتفقوا ان هما يتقابلوا وتكون محتلة تلبس ايه وتحس انها تتقيق وتعرف ان هي حامل يتصل بيها صديقة انت نسيت انتقامك نسيت عمل ايه وكمان ابنك ابنك اللي مات بسببه ويكون بيبكي وتروح تقابله وهي مغيرة الفستان اللي اخترته وتفتكر لما قابلته زمان ودالها هدية لأول تصميم لشركاتهم ويكون هيكلمها على اللي حصل زمان يجي تصال ان ابوها مات وتروح ومتعرفش تدخل بسبب الصحفيين وكل شوية يسألوها ويسألوها لو هي فعلا بنت غير شرعية وتقول تشنجي في نفسها انت مهتمتيش بابونا علشان كده مات انا يخليك تعاني وييجي ويحضنها انا معاك ويتعصب من اسئلتي الصحفيين ويقرب منها عشان يعرفوا ان هما سوا وانها دايما اعتفضل جنبه وزوجته الوحيدة ويشوفهم زي وتشكر ان هو ساعدها ويتعذر لها على كل اللي حصل من خمس سنين وانه كان مسافر وقت ولادتها وانه صدق الاشعات من غير ما يتحقق منها وانه مقصدش يقذيها او يبعدها من العلة دايما كان بيحبها ويجي لها رسالة ان الطفل مش ابنهم فتقول انت كذاب دايما بتجذب علي وقصد تقذيني وبعد ما تعمل اعلان لشركة جيانج بتقرر يكون ده اخر اعلان وبعدها هتنهي العقد وبعدين بتقابل ايان ويقول لها انه عايزها ولان كل الاطفال عندهم ام الا هو تحضنه وتطمنه انها دايما هتكون معاه وبعدهم يطلب يمن السكرتير يطلب منه ملفات يسلمها لإدارة القانونية عن سرقة شينجل تصاميم يون ولازم تتحمل المسئولية وانه معرفش الحقيقة زمان او حتى تحقق من الرسائل او الملفات المسروقة وبيديله دعوة الحفلة يوافق يروحها علشان يون هتكون هناك ويتكلموا الموجودين عن يون كلام وحش جدا وانها رجعت علشان تكون معيه رغم ان هي مش كويسة ويصرخ عليهم يه ولو اي شخص قال كلام عليها هيتطرد من مجال التصميم وتيجي يون وبييجي شخص ويفتكر ان هو انتشر ليها ثور مع زمان لكن بتكون مزيفة لانه خالي يون ويصحح كل المفاهيم الخاطئة اللي انتشرت وكانت تشينج عارفة كل حاجة وما دفعتش عنها وعارفة ان هي بريئة وان داي يكون خالها طبعا لانها زمان كانت عارفة ومتأكدة ان هي البنت الغير شرعية وكانت مطلعة اشاعات على يون ان هي البنت الغير شرعية وتنهار تشينج كل الناس دي دلوقتي معاها وبتحبها وان هي اللي سيئة فيقول ييه انت سرقتي تصميم يون كمان انت فعلا سيئة وتنهار وتحاول تدرب يون انت السبب في اللي انا فيه لكن بيدافع عنها يو يبعدوها وبعدين بيبعت ليع شخص رسالة انها لو عايزة تنتئم منها ممكن تنتئم من خلال الطفل وفعلا الطفل بيتخطف وتكون تشينج هي اللي خطفاه ويروح يلاقيها ربطاه وهو خايف جدا عليه وتقول للطفل ليه مش عايزنا كون والدتك انا حبيتك لمدة خمس سنين واهتمت بيك تقوله انا خطفته علشان تلاحظ وجودي انت عمرك مهتمت بمشاعري وتقوله لازم تدوق طعم مخسرت كل حاجة تقوله دلوقتي قدامك عقدين على الطولة واحد طلاق وواحد نقل ملكية اول ما تمدي هسيب الولد وتهددهم بالطفل ويمدي على العقد وكمان يوم بتمدي على عقد الطلاق وكمان بيمدي على عقد حق الملكية وتاخد العقود وتفضل تضحك وتقول هو انت بتحبني يقول لا بحبك طبعا لانه خايف على ابنه تقوله انت كداب وتبكي ومن كتر صرخها وعصبيتها السكينة بتيجي على الطفل وهي بتصل يخضو بسرعة المستشفى ويطلب الدكتور فصيل الدم وتقول يون دي فصيل الدمي انا تقوله ازاي فصيل الدم وزي يقول لا دا ابننا تقوله ازاي يقول لا كل اللي عرفوا ان انت خنتيني لما انا سفرت وسبتي ابننا واختفيتي لكن عرفت دلوقتي ان كل حاجة مش صحيحة تقوله ناسمعت لما انا كنت حامل ان انت خنتيني لكن الولد اللي انا انجبته اتولد ميت يقول لها ازاي ازاي يعمل كده واتصرف كده مستحيل انا ما عملتش كده يقول لها كل دا سوق تفاهم يقول لها سوق التفاهم هو اللي فرقنا عن بعض المدة خمس سنين ليه ما قلت ليش على اللي حصل تقوله انت لسدقت شوية سور وفيديوهات ايه الفادية من تبرير نفسي انا اسف انا كنت غلطان ويجي يحضنها تقوله بالراحة هتعور الولد يبص على بطنها يقول لها ولد امتى دا حصل تقوله عايزنا اسألك الخدامة يا لعوب يقول لها العلاج بيأثر فعلا ويحضنها وبيخف الولد ويروح هم التلاتة لبيت وتقوله ان زي هو اللي قال لي ان ابني ميت ويروح المكتب ويلقوه فاقد الوعي ويديها معلومات كل اللي حصل من خمس سنين وبتروح لعمها وبيرفض يخليها ترجع لي يقول لها تجاوز زي هو بيحبك يركع زي ويقول لها انا حبيتك وبحب ابنك كمان وعمله زي ابني يقول يي لعمها انا احافظ عليها وعمري ما اقرر غلطتي تاني لو عملت معها اي حاجة عقبني وهتجوزها تاني قدام العالم كله ويحس زي بالغضب ويقرر يلبس الدبوس ويسمم عمها وبيلبس كأنه الخدمة وتروح تسأله انت اللي عملت كده ليه عملت كده يقول لها لانه كذب علي وقالي ان هو بيحبني اكتر مني وانا حبيتك واخترتيه وبعدين يخدرها ويخطفها ويقول لها تفرجي علي وهو بيموت لانه عايز يسممه زي ما سمم عمها ويلبس الدبوس كأنه عمها ويعزمه على شاي وهي بترقبه من الكامرة ومش عارفة تحاول تفك نفسها وتفضل تبكي لانه عارفة انه ممكن يموت دلوقتي يقول له ابنه البس النظارة يا بابا ويشوفه على حققته انه هو ذي مش عمه ويضلق في وشه الشاي ويربطه وينقذ يون وتقول له يون اللي انت عملته ده غلق كبير لكن انا بشكرك على اللي عملته معايا كل حاجة عملتها معايا ويبكي زي وبعدين بيتصوروا صور الزفاف ويحضنها وابنهم بييجي ويكونوا صعدة وبكية تنتهي الدرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة